شاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من صحافة حول العالم والتي نبدأ أولى محطاتها من صحيفة العرب الشرق الأوسط قد يدفع ثمن التصعيد الصيني في تايوان حذر كبار المسؤولين حول العالم لسيما الأمريكيين منهم من تداعيات الزيارة الأخيرة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بلوسي إلى تايوان مطلع شهر أغسطس الماضي ذهب بعضهم إلى القول صراحة إن رد الفعل الصيني لن يكون سوى في صميم الملف الاقتصادي وأنه سيكون ردا طويل الأمد وفي ظل ارتدادات الحرب الروسية على أوكرانيا أوقف فيها الرئيس الروسي بوتين العالم على ساق واحدة في ملفي الطاقة والغذاء لا يبدو أن الملف الاقتصاد الدولي يحتمل المزيد من الهزات لكن من يقنع الصين بذلك وأفق لمركز الاستقبال والدراسات المتقدمة في العالم اليوم يكاد يدخل أزمة جديدة من المحتمل أن تشكل صدمة الاقتصاد دولي يعاني من ضعف في الأصل وفي مقال نشره المركز أشارة الأكاديمية سمر الباجوري استاذة الاقتصاد في كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة إلى أن هشاشة الاقتصاد العالمي ناجمة عما لحق بها من أزمات متلاحقة فإذا حصل وبلغ رد الفعل الصيني حدود التصعيد العسكري فإن أول المتأثرين به سيكون اقتصاد الشرق الأوسط لم تكن الصين بحاجة إلى أكثر من زيارة بيلوسي لتعيد طرح أحقيتها في السيادة على تايوان وبقدر ما أظهرت غضبا دبلوموسيا وعلاميا كانت تحرك قطاعاتها العسكرية باستعراض قوية مقصودة عبر اختراق المجالين الجوي والبحري للجزيرة في إشارة واضحة ونهائية إلى حكومة تايبيه في اتخاذ أي خطوة من جانب واحد تشيي باستقلالية قرارها في المستقبل